فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله لكم قال رحمه الله وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بها نعم هذا عطف على ما سبق في أن الكافر وإن أتقن الصناعة وأتقن الحرفة وأتقن التجارة وأتقن أمور الدنيا فإن عمله ناقص لماذا؟ لأنه لم يؤسس على دين صحيح لم يؤسس على دين صحيح على دين الإسلام خاتم الأديان فكل ما لم يؤسس على دين الإسلام فإنه ناقص مهما كان نعم قال ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة نعم لو كانت أمورهم كاملة نستحق ثواب الآخرة مثل ما هو كمال الإسلام وأما إذا كان كمالا نسبيا كمال الإسلام كمال مطلق أما كمال غيره فهو كمال نسبي ولكنه لا يخلو من نقص مهما كان لا يخلو من نقص مهما كان نعم الآن الشيخ هذا الذي نقرأه نسمع تشرحه الواقع في المسلمين من تصرفاتهم وقوالهم بعيد عن هذا تماما يعني يمكن لا يصدقون يمكن يضحكون أن يقال أن هؤلاء لا يمكن يكون عندهم شيء تام ولا عندهم تمام مطلق ولابد كل أموره فيها نقص يعني المسلمين في بعد تام عن هذا بسبب أنه لم يقرأ عليهم هذا الكلام إذن هذا يبين أهمية العلم الشرعي نعم فإذا قرأ عليهم هذا الكلام يبين لهم فإن فيه من يقبل الحق ويفرح به وأما الذي لا يريد الحق فهذا لا نحن لا نخاطبه إنما نخاطب من يريد الحق فقد يكون الإنسان جاهلا ولو أنه عرف الحق لأخذ به فهذا الكتاب وأمثاله للبيان للبيان أو لإقامة الحجة فالذي ينتفع هذا يبين له فيحصل رجوعه وانتفاعه والذي لا يقبل هذا تقوم عليه الحجة ولو لم يقرأ هذا الكتاب وغيره لصار اللوم على العلماء أنهم لم يبينوا للناس فهذا من إقامة الحجة على المعاند ومن نفع الذي يريد الحق